استقبل صاحب السمو الشيخ أحمد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان في مجلسه بديوان الحاكم اليوم موظفات الديوان الأميري في عجمان وذلك بمناسبة يوم المرأة الإماراتية وثمن صاحب السمو حاكم عجمان حرص صاحب السمو الشيخ محمد بن زايدة الانهيان رئيس الدولة حفظه الله وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله على دعم المرأة الإماراتية وثمن إيمان سموهما المطلق بدورها الرئيس في التنمية وتطور الدولة وأكد أن قيادتنا الرشيدة عززت موقع المرأة الإماراتية في مراكز اتخاذ القرار والمناصب العليا حيث منحتها فرصة العلم والعمل مساواة مع الرجل وتأسيس مجالس ومؤسسات تعنى بسيدات الأعمال والأمهات والطالبات وتوفير بيئة داعمة لهم لتحقيق الإنجازات والنجاحات وثمن سموه دعم سمو الشيخ فاطمة بن تنبارا كم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية لمسيرة المرأة الإماراتية وتعزيز مكانتها وتمكينها لخدمة الوطن